قالت مصادر الشرق أن مجلس الأمن الدولي اتجه إلى عقد مشاورات مغلقة يوم الاثنين المقبل بطلب من دولة الإمارات وكذلك من الصين في ظل تصاعد أو تصعيد الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمخيمات المدنيين في اقتاع غزة يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الصين والتي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر نوفمبر أن جل المشاورات خلال الفترة المقبلة ستركز على جهود فرض هدنة إنسانية في القطاع وإفسح المجال لإدخال المساعدات للمتضررين قال وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره العراقي إن اتساع نطاق الحرب في غزة أمر لا مفر منه في ظل تصاعد ما وصفه بالعدوان على المدنيين الوزير الإيراني أضاف أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب الرئيسي في تصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تحقيق تقدم على صعيد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حيال الأمر سيد الرئيس الأمريكي جو بايدنة الإنسانية في حركة الجهاد أن المباحثات التي تجرى خلال الفترة الحالية تتمحور بشكل دقيق حول هدن إنسانية تمتد لوقت محدد يتم بموجبها إدخال المساعدات لقطاع غزة وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إنه سيتم خلال فترات الهدنة المؤقتة الإفراج عن الأسرى المدنيين والمحتجزين لدى حركة حماس وتحديدا الأجانب منهم وانتقد المسؤول في حركة الجهاد موقف السلطة الفلسطينية مما يحدث في قطاع غزة إلا أنه أكد أهمية دورها وأنها شريك في أي ترتبات مستقبلية موسيقى